وفي باحة التعليم وعجلة دعمها وتطويرها في المحافظة حيث بيّن مدير قسم تربية تكريد حسان جمعة مطر استكمال الاستعدادات لانطلاق الامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة وتهيئة كل ما يحتاجه الطلبة خلال ساعات وأيام الامتحانات تماشياً مع توجيهات المديرية العامة للتربية في صلاح الدين بتوجيه من سيد المدير العامة للتربية الصلاح الدين والتعاون مع الإشراف الاقتصاصي هي قسم تربية تكريد كافة المستلزمات لإجراء امتحانات النهائية للدراسة المتوسطة حيث يبلغ عدد طلبة المشاركين بهذه الامتحانات ما يقرب من 6,566 طالب وطالبة موزعين على 47 مركز امتحاني وقد هيئة القسم بالتعاون مع وحدة الامتحانات في قسمنا كافة الدعم اللوجستي لإنجاح هذه الامتحانات المهمة ونهيب بطلبتنا العزاء أن الامتحان سيكون في تمام الساعة السابع صباحاً مع تمنياتنا لكافة الطلبة والطالبات بالنجاح الموفقية